السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندي مراجعة ثلاث عطور طبعاً الثلاث عطور هذه من دار بورتنيكوف وهي المجموعة الرابعة يعني هو طلع المجموعة الأولى والثانية والثالثة ما أتكلمك لأ عن أولى ولا عن الثانية ولا عن الثالثة بس إن شاء الله راح نتكلم عنها وهذه المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة هي عبارة عن ثلاث عطور طلعها تقريباً قبل شهرين تقريباً العطور هذه الثلاثة تجي بحجم خمسين ملي طبعا لثلاث عطور وسعارها الصراحة غالية جدد يعني تكلم تقريبا ثلاثمئة وخمسين دولار للعطر الواحد يعني عموما هي هي تعتبر عطور نيش يعني فنيش نيش يعني بمعنى نيش فعموما راح اقول لك الثلاث عطور هذه يعني ورأيي في كل عطر منها طبعا العطر الاول اللي انا اعتبره اجملها اللي هو السير وينستون طبعا انا عندي كلها السامبلز هذه سير وينستون الصراحة يعني من اجمل العطور اللي شميت فيها نوتة العنبر يعني ما هو الكهرمان العنبر فهنا اشام فيه نوتة العنبر مع شوية الفنلا مع شوية التبغ يعني بشكل جميل جدا الصراحة هو عبارة عن يعني ظهور العنبر هنا يعني صراحة جميل يعني تحس انه هذه نوتة عنبر جميلة مع التبغ مع الفنلا بشكل جميل جدا طبعا رائحته بس يعني لازم اوضح انه ما هي مألوفة يعني ما راح تناسب كثير من الناس لانه ترى عطور النيش ما هي العطور اللي يعني ممكن تناسب كثير من الناس فعموما العطر زي ما قلتلك يعني باختصار شديد جدا هو عبارة عن ظهور للعنبر بشكل جميل جدا مع نوتة التبغ والفنلا فهذا اللي هو طبعا العطر الاول العطر الثاني اللي هو زنفيرة اللي هو العطر هذا العطر هذا يعني دائما حنا نسمع عن اللي هو المزيج اللي تصير ما بين اللي هي عطور الورد مع العود في العطر هذا الوضع مختلف شوي يعني هنا يعني حاول انه يخلي المزيج اللي هو الورد مع خشب الصندل مو مع العود فهنا خشب الصندل مع العود هو المزيج اللي يعني في العطر العود جاي في الخلف العود فقط يعني جالس يعني يحافظ على اللي هو يعني ما هي النوتة الظاهرة الكثير فقط يحاول يعني انه يدف العطر يعني بشكل يخلي العطر يعني قوي يعني هذه نوتة العود يعني استخدامها في العطر ما هو بالشكل اللي يعني هي اللاعب الرئيسي في العطر لا اللاعب الرئيسي في العطر شيئين اللي هو الورد مع اخشاب الصندل هذا بالنسبة للعطر الثاني العطر الثالث اللي هو طبعا اسمه صعب اللي هو سامفوني دي نورولي طبعا من اسمه حتحسين تقول انه نورولي هو اللاعب الرئيسي في العطر. لا طبعا النورولي مش اللعب الرئيسي في العطر. العطر هذا عبارة عن عطر فتفر. اول ما ترشي العطر راح تجيك نوتة فتفر قوية جدا يعني نوتة الفتفر في العطر هذا يعني تجيك كذا يعني بقوة تمام. بعدين يتدرج العطر معك الى نهايته. طبعا العطر من بدايته لنهايته فتفر. لكنه يعني في نهاية العطر تخف ويبدأ العطر يصير جميل جدا. لكن في مقدمته راح تقول يعني العطر تحس انه ثقيل يعني نوتة الفتفر اللي فيه مرة قوية ومرة ثقيلة جدا. طبعا في هنا نقطة يعني جديرة بالذكر انه المجموعة الرابعة هذه يعني الصراحة الثلاث عطور هذه انا ما شوف انها اجمل عطور من الدار. يعني اجمل عطرين بالنسبة لرأيي الشخصي انا من الدار هذه هم عطرين. العطر الاول اللي هو مسترية سعود. يعني انا عندي اللي هم عندي العطرين هذه يعني بس بس بوريك مثال شلون تجي اللي هو البرزنتيشن يعني زي مسترية سعود. هذا مسترية سعود. والعطر الثاني برضو اللي يعجبني من الدار هذه. والعطر الثاني اللي يعجبني طبعا من الدار هذه اللي هو عود موناخ. العطرين هذه اشوف انها اجمل عطرين الصراحة من الدار. طبعا مشكلة العطور اللي يعني تنتجها الدار هذه انها دائما عطور حصرية يعني تنتج بكميات قليلة. يعني على ما لا يهداف الضجاجه söد الكشغير إذا لم أ время أخلا الرابعة هر ترتدي إذا لم أو producto علي الجهزة كانت الغيئة يهمية أ martialube أو زجاجة الثالثة إذا لم أستطرد الضجاج اسابق هذه المجموعة الثالثة الحال الثالثة يمكن أن تكون عشيوه حقيقةonce تركيز المجموعة الثالثة ك identities هو بس كلها هذه بالنسبة للثلاث عطور من دار بورتنكوف إذا أعجبكم الفيديو هذا أتمنى منكم الاشتراك بالقناة دعمها بالشير واللايك وإن شاء الله أحلام العطر لباسة أراك أراك